سلطة الفواكه اللذيذة او كوكتيل الفواكه هنعملها النهاردة بطريقتين مختلفتين والطريقتين احلى من بعض اتمنى لو الفيديو عجبكو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنحط كوباية ونص من الحليب في حل على النار وهنضيف عليهم معلقتين من السكر وكمان معلقتين من النشا الكوباية اللي استخدمتها هي كوباية الشاي العادية بعد كده بمعلاقة او بالمضرب نقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض لازم النشا والسكر يدوبوا كويس مع الحليب او مع اللبن بعد كده هنشغل النار والنار تكون متوسطة ونفضل نقلب فيهم لحد مقوام الحليب يتقل ويكون شبه المهة اللبية بعد كده هنفضل مهلبية في الكوبايات اللي هنعمل فيها الكوكتيل وهنركنها على جنب لحد ما نقطع الفواكه وما تدخلوهاش التلاجة دي الفواكه اللي موجودة عندي في البيت قطعتها اي فواكه ممكن نستخدمها في الكوكتيل فراولة او برطقان او طفاح او موز او كيوي او اي نوع بعد كده هنعصر نص لامونة او لامونة كاملة على الفواكه دي ونقلبها كويس جدا عشان ما تسودش بعد كده هنحط الفواكه في الكاسات اللي حطينا فيها المهة اللبية ومش هنملاها قوي وبرده هنركنها على جنب لحد ما نعمل الطبقة التالتة معايا برطقانة وحبيتين من الاستفان دي هقشرهم وقطعهم وحطهم في الخلاط وهضيف عليهم ثلاث كبيات من المياه وكمان هضيف عليهم ثلاث معالق من السكر او اربع معالق والسكر حسب الرغبة بعد كده اخلطهم بالخلاط كويس جدا بعد كده هصف العصير ده بمصفة بعد مصف العصير هاخد منه كباية ونص بس هحطهم في حلة وهضيف علي العصير شوية اضافات هضيف عليهم معلقة واحدة من السكر ومعلقة وربع من النشا انا عايزة قوام العصير يكون خفيف شوية مثل قوام المهلبية عشان كده ضفت عليه معلقة وربع من النشا فقط هقلب الخليط ده كويس جدا بعد كده هشغل النار يعني لازم اقلبه هو بارد بعد كده هشغل النار وافضل اقلب فيه لحد ما القوام بتاعه يتقل بعد كده اصبه في الكبات ودي الطبقة التالتة ممكن ادخله التلاجة يبرد بعد كده بعد ما اخرجه اهزينه سواء بجوز الهند او بمكسرات وممكن ازينه وبعد كده ادخله التلاجة انا زينته ببسكويت مفاتفت البسكويت مع الكوكتيل بيكون طعمه حلو جدا والتزيين ده حسب الرغبة وكده عملت النوع الاولاني من صلطة الفواكه دلوقتي هعمل النوع التاني هحط الفواكه الباقية في كاسات او في كبيات زي ما هي كده بعد كده املى الكوبيات بعصير البرتقان اللي عملناه وصفناه والنوع ده من صلطة الفواكه كلنا عارفين وبنعمله وبنحبه بعد كده ممكن ادخله التلاجة وممكن ناكله على طول وازمه من فوق بأي فواكه عندي فراولة وممكن كريز وممكن كمان ارش عليه رشة من جوز الهند بيكون برضو حلو جدا وبالهنة والشفة مقدما والسلام عليكم اشتركوا في القناة